في كرة القدم ليست كل الخسائر بطولات فهناك ما هو أكبر من ذلك والأمر بعيد عن المبالغة عندما يتعلق برحيل زين الدين زيدان عن ريال مدريد الذي اعتبرت جماهيره أن خسارة لقبي الدوري ودوري الأبطال ربما تكون أهونة من خسارة مدرب بقيمة زيدان الفرنسي المحبوب من كافة جماهير النادي الملكي لم تجدي معه محاولات رئيس النادي فلورنتينو بريز ولا الإعلام المدريدي لإثنائه عن فكرة الرحيل وآثر الاكتفاء بإهداء لقب دوري واحد لجماهير ناديه خلال ولايته الثانية التي انطلقت في مارس عام 2019 ورغم امتداد عقد زيدان مع الفريق إلى الموسم المقبل فإن زيزو ربما فضل الاستقالة عن الإقالة بعد موسم صفري للفريق لأول مرة منذ 11 عاما حتى وإن امتلكت تأييد من الجماهير واللاعبين رحيل زيدان عن ريال مدريد تعددت أسبابه ولكن الأمر أصبح واقعا وبات لزاما على بريز البحث عن مدير فني آخر في ظل خيارات محدودة لعل أقربها وأسهلها الاعتماد على صديق زيدان السابق وأيكونة النادي الملكي رأول جونزاليس خاصة بعد النجاحات التي حققها المدرب الشاب مع فريق الكاستيا لكنها تبقى نجاحات لا تعكس امتلاكها لأي خبرات تمكنه من قيادة الفريق في هذه المرحلة الحرجة لذا فإن القرار بلا شك يبقى صعبا ما حدث بين زيدان وريال مدريد وقع نقيده تماما في إيطاليا فهناك جماهيرو انتر ميلا ما لبثت تفرح بكسر هيمنة يوفانتوس على لقب الدور الإيطالي لعشر سنوات متواصلة ووجدت السبيل لمعانقة لقب الكالتشيو بقيادة المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي حتى تلقت خبرا صادما برحيله عن الفريق والسبب دائما معروف يتلخص في رفض كونتي قرارات الإدارة حيال الاستغناء عن بعض اللاعبين بسبب الأزمة المالية سبب يعكس جانبا مهما من شخصية المدرب الإيطالي الذي لا يرغب في أي تدخل من الإدارة في طلباته الفنية الخاصة باللعبين وهو أمر يبقى الحائلة الأكبر بين كونتي وتولي عرش القيادة الفنية لريال مدريد اشتركوا في القناة